السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصطفى من قناة بان كتير اول ما بدأناش البداية ديا اه او دخلنا يعني الدخلة دي فانا قلت يعني ارجع كده هدخل بها مرة كمان من نفس يعني مرة كمان. تمام? اه في البداية كده احنا النهارة طبعا بما ان النهاردة اللي تنفحنا عندنا تطبيقات اندرويد والنهاردة هانقول افضل ست تطبيقات. بالنسبة لي وبالنسبة رائية التي لها كل ما تعالها هو على رائيAr Gamet Sad chain. وبالنسبه ليه رائي دي افضل تطبيقات انا شفتها لحد الوقت في الاسبوع الاول من شهر مارس ده ما انتو عارفين في تطبيقات الاسبوع التاني وفي تطبيقات الاسبوع التالت. اما الاسبوع الرابع فممكن ننزل تطبيقات ومنكن لا نزلش تطبيقات ونخش على طول في اول تطبيق بعد الفاصل. في البداية هكذا احنا عندنا اول تطبيق اسمه صراحة ما حاولت شعر اسمه اسمه اه تمام اسمه جاينت ايكون ما حاولش اقرأ اسمه والله في الاول اسمه جاينت ايكون تمام التطبيق ده كل فكرته كل بيعمله حاجة بسيطة جدا عنفكة تطبيقات بتاعت النهارده كلها بسيطة بسيطة جدا بمجرد انك بتحمل التطبيق ممكن تخفيه او ممكن مش هيبان اصلا بتروح عند حاجة اسمها الودجتس اللي بتجيب لك الساعة والحاجات دي. مسلا بتعلم على التطبيق نفسه كده بتلاقيه وبتعلم عليه كده. بيفتح لقايمة التطبيقات. طبعا تلاقي الجهاز بطيق شوية بسبب التصوير وكده. مسلا عايز الفيسبوك. تمام? هيجهز لقايمة او الفيسبوك بشكل كبير زي ما انت شايفين. الشكل ده مسلا. تمام? كده هو دي فكرة كل دي الفكرة بتاع التطبيق وليضغط عليه هسي بتاح الفيسبوك عادي جدا. ما هو ده فكرة التطبيق الاول. ده فكرة التطبيق الاول بكل بطاطا. وعايز تشيلها بتقوم ضغط عليها كده وتقوم شديدها ورايح عن دريموف. بس وهو ده اللي بعمله التطبيق وده طبعا بيخلي شكل التطبيقات احلى بكتير لما تكون عايز تشرح تطبيقات او حاجة كانت كلها تعمله انك هتحاول تعمل التطبيقات بالشكل ده. تمام يا شباب ونخش في التطبيق الى بعد كده. التطبيق التاني معنا النهاردة هو 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 تطبيق بيحولك الجهاز بشكل كامل وبشكل زي ما نقول كده او اجباري. بشكل اجباري للوضع اللي هو بالجنب. ازاي زي ما انت تشوف كده مسلا. هتروح عند ايه? دي وتعمل اوكين. زي ما انت شايف الجهاز كله اتحول بالشكل اجباري للشكل ده. تقدر تلعب اي لعبة من اللي انت عاوزها ولا انت بتلعبها زي سابوي مسلا لازم تلعبها والجهاز. اه وانت ماسك الجهاز بالطول. فممكن تلعبها بالعرض عادي جدا. او تلعب اي لعبة. انا طبعا مش ينفع ابدأ العاب لان الموضوع ده هيبقى صعب في التصوير وكده. فانا مسلا هادق انستجرام مسلا لو انت حاولت تشتغل انستجرام وهو بالطول مش هيشتغل معك. اما بالعرض زي ما انت شايف بالعرض بيشتغل معنا عادي جدا. زي ما انت شايف ده الاستجرام بتاعنا بالعرض. طبعا شعب فمسلا او فيسبوك او اي حاجة. مسلا نجيب الفيسبوك مسلا برضو الفيسبوك من التطبيقات اللي ما بتشتغلش اه بالطول اللي ما بتشتغلش غير بالطول برضو ممكن تستطفح الفيسبوك بالعرض عادي جدا. طبعا تستفيد منها اكتر وبشكل كبير فيه اقعاب اللي بتتلعب بالطول بس زي سابوي وزي لابة كريستان اونالدو رانر اللي انا بحب لعبها جدا طبعا اللابة دي. عايز توقف الموضوع دوا ترجع وتروحنا للتطبيق وتروح تغير دي وخليها دي سيبل. وبالشكل ده بيرجع لك التطبيق مرة تانية بالشكل كده وبيرجع عادي جدا. والتطبيقات كلها حجمها بسيط جدا فمش تقلقوا من حجم الرام او مش تقلقوا من الحاجات دي. تمام? فكده ده كان معنا التطبيق التاني ونخش على التطبيق اللي بعده. التطبيق تلاتة بتاع النهاردة هو ده مشاغل موسيق. هو مشاغل موسيق عادي جدا. عادي جدا. شبه اي مشاغل موسيق ما فيوش اي حاجة زيادة غير ان شكله روعة. الشكل الجميل اللي هو في دون فده الصراحة ما خلي التطبيق اه فعلا ما كانة عالية جدا في بتاعه. مشاكل ان ده ممكن تشغل اي اغاني بمجرد ان تضغط عليها بس. او تنزل تحت كده. الشكل ده هو بس ان البتاع ده وان بتاع الموس ده. بيعمل المشاكل. فكما ممكن تقلب من الاغاني او توقف تشغل اغاني تعمل لها اه تحولها في البلاي لست. او تعمل لها اي حاجة من الحاجات دي. فا اه تطبيق عندك زي اي تطبيق مصويقة ما فيوش حاجات زيادة ولكن تطبيق شكله ممتاز جدا وده اللي خلاني احطه في القايمة بتاعت النهاردة. الصراحة تطبيق ممتاز وشكله ممتاز. وطبعا ممكن في كل حاجة بتاع بوقتي العادية اللي هو مسلا تقفل الجهاز او تقفل الشاشة وهو برضو هيفضل يشغل غاني عادي يعني مش زي الفيسبوك هو يعني اصد مش زي اليوتيوب يعني عشان الموضوع ده. فا تطبيق روعة وشكله جميل وشكله فخم بالمعنى كده. بنقولها عن دراف مصر فخم. اه مسلا لو معاك تليفون نوع كويس مسلا زي اي هاتف اللواتف الحلوة فانا عنصحك بنكستخدم تطبيق ده احسن من تطبيق ميزة جوجل لانه طبعا انا عمري ما يستخدم تطبيق ميزة جوجل ولا اي حد اصلا اتحداك لانتلاقي حد بيستخدمه. انا عن نفسي كنت متعود على ميزة بلاير ده من زمان فان شاء الله ممكن اغيره ونستخدم ميزة بلايرت اللي احمر التاني ده. الشكله جميل جدا. ونخش على التطبيق اللي بعده. التطبيق الرابع معنا النهاردة هو 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 تطبيق يعني بالمعنى كده هو تطبيق بيعاملك للواتز زي بالزبط. انت مش تعمل اي حاجة بتطبيق غيرنك اه هتفتح بس التطبيق. وهتعلم زي ما انا واعلم كده. اصلا ممكن تلاقيه هو معلمهم. انا مش فاكر صراحا عملت حاجات في التطبيق ده او لا. بس غالبا انت هنا ممكن تعمل تست. ولكن انا مش عامل تست انا هجيب لك رسالة حقيقية وهو ابعت رسالة من تليفون جنبي. ونشوف كده هيجي رسالة او لا. مسلا هيبعت آآ مسلا. بالشكل ده كده بسلا. زي ما انت شايف ده مسنجر. آآ طبعا لاسف. دوت زي ما انت شايفين. هو ممكن ترد بالشكل ده. ممكن ترد بالشكل ده عادي جدا. طبعا ده بطع لبلاص. تمام? وهتوصل عن زمانتو شايفين. بتوصل عادي جدا. تمام شاباب فده كل ده فكرة التطبيق كلها يعني ان هو بيعمل لك بس الواطس بالمعنى الخليجي او بالمعنى في الواطن العربي بيعمل لك اشعارات الواطس عائمة. بالمعنى ده. اللي هو عائمة بتخليه شبه المسنجر كده. برضو بتاعت تصغير الشاشة دي عندي في التليفون غريبة جدا لما بتنزل تحت كده. تفهمش بتيجي ازاي اصلا. بس انا بتيجي الوحدة كده في وسط التصوير. مش اللي بيحصل. تمام يا شباب? معلش احنا بحب كده نفك في نص الحلقة بحيث ان محدش يمل مننا يعني. وانخش في التطبيق اللي بعد كده. تطبيق ممتاز جدا. ممتاز جدا جدا جدا. تطبيق ممتاز والهواتف الراقية. يعني مش تعلم في اي حاجة. تطبيق كده تمام? ايو انت بس محتاج ان التطبيق ده يكون اا برو او يكون مدفوع بحيث انت تقدر تتحكم في حاجات تانية غير اللي انت هتقدر تتحكم فيها. ولكن تطبيق شكله جميل. ده بس ضغطة. هنا. بالشكل ده. هنا بيظهر لك كل التطبيقات الريسنت. اللي انت كنت فتحها من شوية. تطبيقات الريسنت. مثلا ده اول تطبيق. تاني تطبيق. تلات تطبيق. ربع تطبيق. خمس تطبيق. ساتة تطبيق. ولكن ده تطبيقات الريسنت اللي انت كنت فتحها من شوية. هنا بيديك عمر البطارية وبيديك الساعة وبيديك اليوم. في الجنب اللي فوضى. صراحة تطبيق جميل جدا وبشكل جميل جدا. ده غير ان التطبيق ده ممكن تفتحه او اللحمر ده ممكن تجيبه وانت بتلعب وانت في نص اللعب عادي وانت في اي حتة عادي. ولك هو مشكلته بسيطة جدا. وهو انك ممكن تضغط على غصب عنك وهو ريخم الصراحة في الضغط عليه. آآ ريخم او لما مسلا بتلعب اي حاجة وتضغط على دي كده بتخليش الشيء كلها آآ مطفية شوية ولكن آآ ما بتأسرش في اي حاجة يعني كده. قدر تحكم في التليفون عادي يعني. تمام? هو ده فكرة التطبيق الخامس معنا النهاردة احنا زي ما قلت لكم عندنا ستة تطبيقات بس. النهاردة ولكن ان شاء الله في اسبوع تاني وفي اسبوع تالت. ونخش في اخر تطبيق معنا النهاردة وهو وال ماكس. تطبيق وال ماكس من اسمه واضح ان هو خلفيات. ليه يا جماعة الناس بتركز على الخلفيات غير يا انا مش لازم انا بس. في ناس كتير او بتركز على الخلفيات. ليه? آآ نركز كما مع بعض الخلفيات آآ ناس كتير بتركز فيها لانها بقت حاجة مهمة جدا من حاجات الهوافقة. زي ما انت شايف انا الخلفية دي لما غيرتها وغيرت اللانشور بتاعي التليفون حسيت ان انا معي تليفون تاني. فعلا والله حسيت بجد بفرق كبير. انا تليفون لي لينوفو. وحسيت ان انا معي سامسونج لانا غيرته للروم اسمه جالكسي لانشور روم ممتاز 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 حاولي الجهاز بشكل كامل ليه آآ روم سامسونج وشكله جميل جدا الصراحة وعجبني جدا والله وبدأت استخدمه روم ممتاز جدا وسريع جدا يعني مهما دخلت في العاب وخرجت من العلعاب روم ممتاز روم ممتاز صراحة وحجم واحد ميجا يعني وبياخدش من اي حاجة واصلا في البطارية الروم ده اقل من اي روم تاني ممكن ياخد من البطارية. ونخش على التطبيق بتاع بعد ما حملت التطبيقات زي ما انت شايف في صور انا علمت على آآ انما اللي هي آآ الانما اللي هو الكارتون تمام اسمها آآ او آنمي مهم زي ما انت شايفت الريزولوشن ليش طبيعي يعني الريزولوشن هنا تو كاي زي ما انتم شايفين تو كاي ده هتعدت تحمل سهعة دي نعطاك كتير تحمل بص 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 هنا فور كاي مش طبيعي يا شباب يعني ايه تاكيد الصورة تبقى بتاعها على خمسين ميجا مسلا لو تلاحظوا عالي جدا واخد بالك يا خرابي الريزولوشن فعلا كبير يعني اهو الفين تو كاي هنا ده اه اه آآ فول اتش دي 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 فول اتش دي. في تو كاي كتير وفي فور كاي. يعني انت لو عايز خلفيات بجودة عالية فانت اعطاك ان التطبيق ده هو التطبيق المتميز ليج. وليكن انا عايزة حمل لت الخلفية دي. زي ما انتم شايفين دي حمل معك هنا. لكن ده فهتنجز بسرعة. كما انتم شايف ساملها كده تعملها داونلود من هنا. قال لك سيف ده. في ثانية. وست از والبيبر بتحطها والبيبر عادي جدا ولكن انا عجباني استراحة والبيبر اللي معي. عادي ممكن نحطها والبيبر بس مش مشكلة يعني. لكن دي حلوة جدا. مسلا نجرب مسلا. مسلا. هذه اللي بنفك مع الشباب. مسلا. تمام. نعمل نعمل سيت از. سيت والبيبر. الشكل ده نرجع. زي ما انتم شايفين سرعة جدا. وخلفية جميلة وشكلها جميل جدا. والله ممكن ما اشيلهاش. شكلها جميل جدا. اظن كده الخلفية دي تمام. ونيجي لتقويمات التطبيقات بسرعة جدا من غير اي فواصل من غير اي حاجات. اه تقييم تطبيق عشان ما انطولش. هو تمانية من عشرة. ست. اوري. تيشن. اورينتيشن. تمام? ست اورينتيشن. تطبيق ممتاز جدا. انا بيدلو تسعة من عشرة. اه تطبيق التالت هو ابي. اه ميزيك بليار. التطبيق ده انا بيدله ستعب عمان عشرة. طبعا او اشكله ممتاز وكل حاجة. بيدلو تبقى 10 انه مفهور اي مميزات غير المميزات العادية. اه? ده غير انه بيقفل الاغاني لو انت خرجت من التطبيق. انا بس الفتح الميز يلي معي اللي زرق. وخرقت من التطبيق نفسه من الريسن البيتبقى هنا. لو خرجت من تطبيق نفسه. التطبيق بيفضل موجوده والاغاني بتيفصولشغالها هنا. ولكن تطبيق برضو بيفضل يخلي الاغاني شغالة هنا. لكن لو خرجت من التطبيق من الاغاني بتتشال. طمام. الاغاني حرام اصلا يا شباب. اه واتساب هو تطبيق ممتاز. صراحة ولكن في تطبيقات كتير بتعمل اللي كان بيعمله. في تطبيق بيعمل حاجات ازياد من اللي هو بيعمله كمان. ولكن انا بديله تمانية ونص من عشرة. وتطبيق ممتاز. ممتاز جدا. ولكن برضو مش بيعجبني. وصراحة اتضايقته منه جدا. من موضوع ما كنت بالعب اللعبة وكنت جابست كورة عالي. ولغبطني. واخسرت في اللعبة بتاعت كريستيانو دي. ده كيك رنر. المهم اللعبة بتاعت كريستيانو دي راح بجد. معاني مش من محبين كريستيانو يعني. بس انا بحب اللعبة دي. المهم سويفتي سويتش ده لغبطني فانا بحبش تطبيق ده. هتضيف ستة من عشرة. تطبيق ممتاز جدا جدا جدا. انا بتدير بتسعة ونص من عشرة وبكده يبقى هو اعلى تطبيق معانا النهاردة. تطبيق ممتاز خلفات ممتازة جودة عالية. تمام تمام تمام. تطبيق ممتاز. خالي من العيوب تقريبا. وبكده تكون انتهات حلقة تطبيقات النهاردة وتطبيقات الاسباع الاول من شهر مارس تحديدا انتهت النهاردة. وان شاء الله تزورونا في حلقة الاتنين الجاي. وتكون تطبيعات احلى واحلى ان شاء الله يوم الاتنين الجاي لتطبيعات الاسبوع الثاني من شهر مارس. كان معكم مصطفى من قناة مستر بومتيك. فيديو لو عجبك لايك الفيديو سبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.